موسيقى تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سلبي سبوت اللي بطلب منكم تشتركوا فيها قصة اليوم عزيزة جدا على قلبي لأنها قصة شخص أنا تعلمت منه كثير وأنا صغير وأنا مراهق في عالم الرياضة ولأنه بيرتبط بذاكرتي أنا على المستوى الشخصي بالراحل الدكتور بسام أبو هارون اللي أنا بعتبره أيقونة بالنسبة إيدي رجل قدوة في الإعلام الرياضي وأعتقد أنه هو السبب الحقيقي أني كنت مقتنع لازم أدخل هذا المجال مجال الصحافة والإعلام الرياضي الدكتور بسام أبو هارون اشترك معه بكتاب اسمه الوحدات المارد الأخضر ومن يومها أصبح لقب الوحدات بالنسبة لكثير ناس هو المارد الأخضر واليوم قصتنا عن المارد الأخضر وقصتنا عن شخص ممكن كثير منكم بعرفوه كمعلق رياضي موسوعة في المعلومات والرياضة والتاريخ عثمان لقريني لكن أعتقد كثير ما بيعرفوه أنه هذا المعلق فاز بلقب الدوري عام 1980 مع نادي الوحدات وربما يكون المعلق الوحيد عربيا وحتى عالميا اللي حقق هذا الإنجاز الرياضي وهو يقوم بمهام في الإعلام الرياضي أثناءها هذه القصة حتروى بشكل مختلف عن باقي القصص معي شريكي وصديقي طارق السعدي اللي استطاع مقابلت الأستاذ عثمان لقريني فحيكون فيه مسج ما بين روايتي وما بين تصريحات وشهادات من عثمان لقريني مباشرة عن القصة لقب دوري عام 1980 مش مجرد أول لقب في تاريخ نادي الوحدات وليش شيء غير تاريخ نادي الوحدات فقط بل هو غير تاريخ الكرة الأردنية كامل لأنه هذا اللقب فعلا خلق قطب جديد أمام الفيصلي فأصبح فيه هناك ناديين عظيمين تاريخيا بالنسبة للأردن متكافئين الوحدات والفيصلي بجمهورين رائعين وكبار ومنتشرين في كافة أرجاء الوطن الوحدات والفيصلي القطبين الاجداد استطاعوا يحافظوا على القطبية هذه أربعين سنة من سنة الثمانين حتى يومنا والإنجاز مش بس لأنه أول لقب ولأنه كان يعمل في مجال الإعلام والإنجاز لأنه ظروفنا هذه الوحدات كانت صعبة جدا تحديدا عن ناحية المالية في تلك الفترة فتمت إيقالك مدرب قبل بأسبوع من بداية الدوري الظروف المالية ما بتسمح تعيين مدرب جديد واستقدامه من الخارج فكان الاتفاق مع عثمان لقريني اللي عائد من دورات من أوروبا تدريبية أنه تعال تولى هذا الفريق وكان شاب وقته عمره 24 سنة فقط وفي منشور سابق للمرحوم الكابتن عزة حمزي بيقول كانت ميزانية نادي الوحدات في تلك السنة 30 دينار أردني فقط 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 وبضيف الكابتن عزة الله يرحمه أنه كان مسموحنا اللاعب كاست شاي وحدة فقط في اليوم وبدون حليب على قولته في ظل هالميزانية الصعبة جاء جيل ما بينسا جمهور الوحدات جاء جيل أسس نادي حرفيا عثمان اللي جريني بمعارف الجديد لتعلمها في أوروبا كان مؤمن تماما بإعداد الفريق بدنيا فكان أول معسكر تدريبي إله للوحدات مباشرة هو أول قرار إله وكان في مدارس وكالة غوث اللاجئين المعسكر كان في جوه مدرسة لإعداد اللاعبين وخلق جوه فريق ما بينهم قبل بدء الدوري رغم إنه كما أظهر الكابتن عثمان إنه الهدف ليس اللقب بل البقاء فالبطولة هديك ما بدونسا عندما استلمت تدريب نادي الوحدات شو كان هدفك كمدرب؟ كل مدرب بكتب خططه على ورقة؟ شو كان هدفك؟ هل هو خردويت؟ شو كان هدفنا بصراحة؟ لا لا احنا كان هدفنا أن نحافظ على بقائنا في الدرجة الممتازة في الدرجة الأولى أنا ذاتي فيها تفاصيل كثيرة منها مباراة الوحدات والحسين إربد اللي توترت وأصبح فيها ضرب ما بين الطرفين ولعبة الوحدات دخلوا المستشفى ثم انسحب نادي الحسين في ذلك المباراة وأعيدت المباراة وفاز الوحدات بعد خروج لعبين من المستشفى في الوحدة في مباراة شبه حاسمة لذلك اللقب لأن الحسين والرمثة هم اللي كانوا مطاردين للوحدات نحو اللقب سر ذلك اللقب غريب شوي ما كان فقط مدرب عرف يخلق أجواء ولا إدارة وحدة الفريق ولا لعبين مستعدين يضحوا في سبيل هذا الفريق بل جمهور عمل شيء غريب وظاهر غريب في تلك اللحظة في الملاعب الأردنية في المباراة الأولى في الدوري ما كان حدا كثير ما أخذ الوحدات عم حمل الجد إنه جاي يجيب اللقب تقدم الجزيرة بالشطر الأول 1-0 ثم استطاع الوحدات يقلب النتيجة 2-1 وبعد ذلك كان فيه مفعول غريب لهذا الفوز وهذا قلب النتيجة على الجماهير ظهر في المباراة الثانية جمهور يزحف بجنون إلى الملعب على الواقف على قولتهم أصبحت المدرجات تمتلئ 100% بوصل بعض الأحيان في ذلك السنة 30 ألف متفرج جمهور أصبح يلعب المباراة بدل اللاعبين ويفوس فيها وأذكر يعني إحنا المدربين العراقيين اللي دربوا هذه الوحدات في الماضي التقيت فيه وبيدي أحطفظ بذكر اسمه نترا اللي طلبوا مني يعني أنا سألته أحيي اسمه وقال لا قال الوحدات ما بيلعب كرة قدم الجمهور اللي بيلعب عشانه هذا الشي حكاه هو مدرب الوحدات في الفترة الحديثة فتخيلوا بسنة الثامنين شو كان تأثير وجود 30 ألف متفرج على الواقف في أرض الملعب بدعمه طريق واحد وجمهورنا كان جمهور يعني وفي ومخلص ومحب دوري الثامنين أنا بقوله هو النقل النادي النقل النوعية هو اللي فتح الباب أمام نادي الوحدات للاستمرار في الألق والإبداع والوحدات تطور مع مرور الوقت مع مرور السنوات في البداية قاد غسان جمعة في بداية المباريات التأثير وخلق الفارق للوحدات مباراة الو الأخرى يسجل غسان جمعة اللي معروف بالغزار الأسمر واللي ينسب للملك الراحل الحسين بن طلال الله يرحمه قوله أنه لو كان عندي عشر غسان جمعة لتأهلنا لكأس العالم أربع انتصارات متدالية بدأها فريق الوحدات بلشت تلفت الانتباه وقمت لفت الانتباه كانت لما واجه الوحدات الأهلي حامل اللقب بآخر سنتين بقيادة الرجل اللي أنا بالنسبة لي شخصيا أفضل مدرب في تاريخ الكرة الأردنية الراحل مظهر السعيد اللي هو تعادل الوحدات سلبيا فأدرك الجميع أنه هذا الفريق خمس مباريات بالأي خسارة لأهذا فريق رايحي بعيد جدا 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 معقول هذا السبب الوحيد يعني هو سبب كبير أنا مش عم بحكي معقول السبب هذا بتقدر تأخذه دوري يعني الإمكانيات اللي بتحكيها أنت أنا ما يعني لو تحكي ليها هسا بحكي لك أنت فريق ما حط أصلا صار على الهبوط بس فعليا في السبب هذا لهذه الدرجة قوي بتقدر تأخذه دوري هو شوف هو اللاعبين النجوم بالفريق كثار زي مين أنا بقول لك وراء خد باسم تيم حرس مر ما يساوي نصف الفريق اللي لم يكن الفريق باكمل الأربع مدافعين لأمامه ثابتين والحمد لله لم يكن هناك أي إصابة بين هذا الرباعي مجد البسيوني على اليمين كان من أحسن الأظهرة اللي بيلعبوا في الظاهير اليمين جلال قنديل ومصطفى أيوب قلبين دفاع لا يشق لهم غبار أصبحوا في المنتخب الوطني نعم قبلها في المنتخب وبعدها زادوا في المنتخب كلاعبين أساسيين نعم وبكر جمعة كان فنان كظاهر شمال هاي نجوم ما فيش واحد مميز عن التاني كل واحد بحد ذاته نجم نجم في خط الوسط عند خالي السليم كان في عده البياني تصاعد لاعب طالع بصرعة الصاروخ نعم اللاعب عنده انتماءه عنده حرارته ماشي بطريقة ممتازة بلعب من قلبه من دمه وعمر سلامة فنان عندك رسان جمعة مضفر جرار كامل أحسن المهاجمين على مستوى المملكة وعندك جلال قنديل وعندك خالد ذيل الوحدات أنهى مرحلة الذهاب بدون أي خسارة وفي مرحلة الإياب خسر فقط أمام الرمثة في لقاء واحد طوال هذه البطولة طريق ثابت الأسماء تقريبا حارس باسم تيم تشكيل قليلة المداورة لي خلق أكبر درجة من الإنسجام حسب رؤية المدرب في تلك النسخة ولاعبين ما بياخدوا رواتب ياخدوا مكافآت أخر الموسم لاعبين بياكلوا في المطعم إقبال الملعب وبروحوا على الملعب بعد ما ياكلوا فيه ولاعبين كانوا يتنقلوا في مواصلات النقل العام عشان يروحوا يلعبوا من أجل ناديهم صعوبات كثيرة برخصنا إياها الأستاذ عثمان في هذا التصريح أنا في 1980 لم يكن معي مساعد مدرب ولم يكن معنا مدرب حراس مرمى وأنا في 1983 كان معي مساعد مدرب أخوي الله يطول عمره محمد مصطفى وبدأ أحكي لك شغلة مهمة في 1980 لم يكن معنا مختص بالعلاج الطبيعي كان معاي ممرض الله يطول عمره تعالت الكسواني بشتغل في مستشفى الجامعة الأردنية فريق كابتنه جلال قنيل وعمره 23 سنة وهو أصغر كابتن من ذلك اليوم لليوم في تاريخ نادي الوحدات معظمه من الشباب والهدف البقاء لكن الطموح لما ييجي برفعك كثير فوق وهذا اللي صار وما رفعك عشان تجيب لقب رفعك عشان تأسس نادي حرفيا من الأسباب اللي فزنا فيها في الدول علاقتي في اللاعبين كانت علاقة أخوة وصداقة وعيالة بمعنى أنه الله يرحمه جلال قنديل الكابتن خالي سليم غسان جمعة يعني كل هلواء اللاعبين كانت بيننا حياة عائلية لأنه أنا مثلا المرحوم جلال قنديل كنت أنا إياه نلعب لاعبين أساسيين في الفئات العمرية تحت سن 15 وتحت سن 17 وتحت سن 20 في الكرة الطائرة وفي كرة القدل فهذه الاستمرارية يعني هم يجوا عندي على البيت أنا أروح عندهم على البيت نعيش مع بعض نقعد مع بعض فهذه الألفة ساهمت مساهمة كبيرة في مزيد من الانسجام والتفاهم وأنا بذكر تماما والحمد لله لم يحدث أي شوء تفاهم ما بيني وما بين أي لاعب على الإطلاق لأنه كان فيه المحبة وفيه الاحترام وفيه التقدير أسماء لا تنسى أسست لجيل كبير تحت قيادة عثمان لغريني باسم تيم زاهر النمري وليد قنتيل مصطفى أيوب ماجد بسيوني درويش المنسي بكر جمعة نادر زعتر خالد سليم عمر سلامي مضفر جرار جرار قنديل وخالد ديب وغسان جمعة ووليد خاص أسماء كثيرة جيل مستحيل الوحدات ينساها أو يقبل مقارنته بأي جيل آخر عمل علمي منظم طموح من عثمان لغريني التضحيات وإخلاص من اللاعبين إدارة بتتحد في تلك اللحظة مع الجميع وجمهور بدو يفوز مهما كان الثمن جمهور كان يتنادى عليه في الشوارع أنه روح على المباراة بلشت المباراة ويحملوا حالهم ويطلعوا ويتجمعوا في ملعب واحد مدير الفريق خالد رحال الله يرحم ومنعظم الناس اللي تشاورتهم وتكلمت معهم عن تلك الفترة أشادوا بدوره بأنه يخلي اللاعبين دائما متحمسين رغم صعوبة الظروف ورغم صعوبة حين نحكي الإمكانيات وقلتها بالنسبة للمهدات ذلك اللقب أسس شي كامل في الكرة الأردنية أسس قطبية في الكرة الأردنية ذلك اللقب جابه شخص بنعرفه كمعلق جميعنا كعرب لكن ما بنعرف إنه كان مدرب وميز وللأسف القصص الكاملة ما بتكتمل خصوصا في بلادنا ونهاية ذلك الجيل كان واجه بعض المشاكل تبدأ هذه المشكلة بعقوبة عرض العثمان لقريني عام 1983 قصرنا أمام الإمارات تعادنا مع اليمن الصحف عملت معي لقاء هناك صحفة عربية خليجية فأنا قلت إنه إحنا مش جاهزين ومش معضرين حاننا فلما رجعت للأردن تم شطبي من سجلات الاتحاد كمدرب وأيضا غسان جمعة للأسف اعتزل عام 1987 نتيجة إصابته شطبه من نادي الوحدات بعد ذلك والرجل الذي اتأجرت مباراة اعتزاله 18 سنة وخرج في تصريحات تلفزيونية مؤخرا مع قناة الرؤية بينتقد إدارة الوحدات اللي وصفها بإنها خذلته في تلك الفترة وأيضا الحارس الرائع باسمتين كان له تصريحات مؤلمة جدا في اللاحق إنه إدارة الوحدات لما طلب منهم مبلغ مالي كانوا بقدروا يتفعولوا إياه بعد فترة عشان يعالج بنته رفضوا يعطوها وأحدهم قالوا إحنا مش جمعية خيرية إحنا لدي كرة قدم وحسب قناعة وكلام باسمتين إنه ذلك كان سبب لوفاة بنته الله يرحمها لقب ربما لم يلقى اللي صنعوه اللي عملوه التقدير اللازم بس تعودنا على ذلك في رياضتنا للأسف لقب جاء فيه عثمان الجريني الإعلامي صاحب النظر خلق شيء كبير كثير للكرة الأردنية لازم يعترف فيه لقب ما حقق 11 لعب بل 30 ألف لعب في الملعب أنا بفتخر أولاً في إدارة الوحدات أيامها برئاسة الدكتور الله يطول عمرو عبد الجابر قيم وبكل الإداريين اللي كانوا موجودين أنه الكل كان يعمل من قلبه ما في واحد كان له هدف أو طمع أو إلى آخره وبشكر اللاعبين فرداً فرداً يعني بكل الأسماء اللي كانت موجودة لأنه كانوا أدب واحترام وخلق وتعاون وانسجام وتفاهم ما أتحدى لا سمح الله إذا حدث أي مشكلة نعم سواء كمدرب أو الإداري أستاذ خادر حال أو الإداريين الآخرين أو مراقب المركز لأنه كانوا يسمونه مراقب المركز مراقب المركز شباب مخيم الوحدات الدكتور عدد جابر التهيد الفريق كان يعني كلمة عيلي طريق بهذا الفريق نطلع كنا في الباس ونروح كنا في الباس هي نقطة مهمة نتجمع في النادي ونطلع من النادي ونرجع على النادي قصة لقب بتخليك تفهم كويس كلمات بعض الأغاني اللي لنادي الوحدات قصة لقب بتخليك تدرك ليش قالوا؟ بالضبط إحنا معاك شو ما صار وسنة الثمانين أول البطولات ومنظر نشجح حتى الممات وربينا وكبرنا على حب الوحدات كلمات طلعت من مدرج واضح أنه حس شو يعني كانت روح 1980 اللي بنفتقدها هذه الأيام في كل كرةنا الأردنية مش بس في نادي الوحدات بل في كل الكرة الأردنية اختلط الاحتراف مع المشاعر فما صرنا محترفين وبنفس الوقت ما عدنا كثير مخلصين للأسف بنوصل هون نهاية هاي القصة بتمنى تكون الرواية واضحة بتمنى يكون الأسلوب عجبكم وبتمنى منكم اتشهروا هذا الفيديو مع أكبر عدد ممكن من الناس لو عجبتكم القصة فصوصا لو كنتوا من جمهور المحدد السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة